السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم فيزياء للصف الرابع العلمي وصلنا مثال الثالث صفحة 168 في الشكل المجاور شحنتان نقطيتان مقدار كل منهما واحد مايكرو كولوم والبعد مطيني 2 متر البعد مالتهم مطينيها 2 متر احسب مقدار المجال الكهربائي في نقطة من النقاط الخط الواصل بين الشحنتين بحيث تبعد 0.5 عن الشحنة الاولى وتبعد 1.5 عن الشحنة الثانية يلا يا ماما خلينا نحب المثال الثالث يلا يلا زي زي اول مرة ايش اسوي اقول المجال الكهربائي يساوي لنا هذا القانون يساوي لنا كي في كيو على ار تربيع على ار تربيع تمام نقول ايوان يساوي لنا يلا عيني ايوان يساوي لنا نجرخط اججل عندنا 9 في 10 و 9 في الشحنة مطينا اياها واحد في 10 والسالب 6 على اليمن البعد 0.5 بين قوسيا تربيع هذا كتبت القانون وطبقت عليه زيان النوب اقول ايوان حتى هنا نكمل يساوي لنا اجرخط كسر اقول 9 في 10 عند الضرب تجمع الاسس 9 ناقص 6 تطلع لنا 3 على 5 في 5 ربعة 25 في 10 والسالب اثنين 10 وس سالب اثنين هس صعد العشرة يعني سالب اثنين اقول ايوان يساوي ناقص 9 في 10 9 في 10 نقول اثنين زائد 3 5 لما تصعد السالب الصير موجب 9 في اليمن على 25 يعني صارت ايوان يساوي ناقص 9 على 25 في 10 وس 5 اوكي اوكي هسا نقسم 9 على 25 9 نقسم ها على 5 أو 20 9 خلي لها صفر هنا صفر نقول 3 3 3 5 15 3 2 6 1 7 هنا 5 وهنا 8 7 1 1 اوكي ازل الصفر اقول 150 تقسيم 25 بها 6 6 5 30 6 2 12 13 14 15 00 صفر اذا تشطلع عنا A1 يساوي عنا اشغال 36 36 36 36 36 10 طبعا 0 0 10 5 5 5 خلنكمل هنا هاي ماما خلنكمل هنا اقول نعم هسا طلع عنا A1 A1 يساوي طبعا A1 اقول A1 يساوي صفر point او صفر و 36 في في 10 5 زين اش راح اسوي اقول A1 يساوي او 36 في 10 6 نيوتن على كولون زين صفر هسا شنسوي هاذا او 36 في 10 و 63 نيوتن على column هسا ناخذ ال E2 يساوي K Q على يمن على R نجح نطبق على القانون E تربيع يساوي 9 في 10 9 في 10 في 1 في 10 السالب 6 على 1.5 تربيع البعد تمام تمام أقول E تربيع يساوي 9 في 10 3 لأن 9 ناقص 6 3 على مرتين و 15 225 ها عيني فشقول في 10 السالب 2 هاي السالب 2 9 إذن أقول E2 يساوي 9 في 10 أس 5 2 و 3 5 على يمن على 225 و 20 هنقسم 9 على 225 هنا نضيف ثلاثة صفارة صفرين نضيف وهنا نقول صفر و صفر حط أربعة 4 في 5 20 8 9 10 9 0 0 إذن إذن إش قد طلع عنا طلع عنا E2 E2 يساوي أنه صفر أو صفر صفر أو لا نقول صفر أربعمية أحنا أربعمية في 10 أس 5 إذن إش يسوي أقول E2 يساوي أنه أربعة في 10 أس سالب 2 في 10 أس 5 أقول E2 يساوي أنه أربعة في 10 أس 3 في 5 ناقص